كما ذكرت أن يسوع احترم الشريعة وركز وقال جئت لا لأنقض بل لأكمل يعني بكلمات أخرى المسيح جاء حتى يعطي المعنى الحقيقي والتفسير الروحي الحقيقي والسلوك الحقيقي بالروح القدس من خلال روح الشريعة وليس حرف الشريعة ولكن كانت المجابهة والمواجهة مع رجال الدين مثلا علاقة المسيح بالسبت عندما كان يصنع خير أو بيشفي في يوم السبت فكان طبعا كان فيه هجوم ضد الرب يسوع فهاجمهم الرب يسوع المسيح فمثلا عندما شف المرأة المنحنية قال من منكم في يوم السبت ألا يحل ثوره أو حماره ويأتي به المقصود حتى يشرب فكم بالحري وهذه هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثمانية عشرة سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط أو عندما شف يسوع المسيح المولود أعمى وعارفين أنه هذا منذ الذهر لم يسمع أن أحدا يشفي مولود أعمى يعني خلق عينين جديدتين لهذا المولود أعمى بدل ما يسبحوا الله ويشكروا الله على الخير اللي تعمل تجاه هذا الإنسان هاجموا يسوع المسيح حقا قال لهم أنتم عميان وقادت عميان قال يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطيئة ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيئتكم باقية أو مريض بركت بيت حزدة ثمانية وثلاثين سنة يعاني من المرض هذا رآه يسوع وعلم أن له زمانا كثيرا فسأله أتريد أن تبرأ أجاب المريض وقال يا سيد ليس لي إنسان يلقين في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدام آخر قال له قم احمل سريرك وامشي وكان في ذلك اليوم مأسب ولكن برضو الرب يسوع أخذ من المعجزة آية ليظهر مجده وليعطي التعليم روحي عميق وتفسير عميق لموضوع السبت فالسبت كان عهد والسبت كان أعلامي وكان راحة وأنه قال يجوز فعل الخير وأن الله خلق السبت للإنسان وليس الإنسان للسبت وأن يسوع المسيح لاحظ أنه رب السبت فهو لم يكسر الشريعة ولكن وضح المعنى الحقيقي لليهود عن السبت لأنهم وضعوا أكثر من خمسمائة قانون حول السبت أكم خطوة تمشي وكيف تطبخ وكيف المرأة تجدل شعرها وقوانين وقوانين حول السبت ولكن وضح أنه الفكرة الداخلية هو الاحترام السبت كيوم راحة وأنه يزوز فعل الخير لأنه السبت وضع للإنسان ومش بس هيك أحبائي يسوع حفظه وحافظ على النموس بعلاقته ومعاملاته مع الآخرين فكان بالواقع وبالحقيقة يحمي الناس فمثلا المرأة الزانية التي أمسكت في ذات الفعل قالوا ليسوع موسى أوصانا أنا مثل هذه أنا مثل هذه ترجم طيب إذا أنت رجال دين أين الرجل والعقاب لازم يكون لتنين للرجل والمرأة فيسوع وبخ رياءهم المتلون المبرقع ووبخ عدالتهم العرجاء وبخ مظاهر وأشكال التدين الخارجي أين الرجل ولكن أحبائي قال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر والكل خرج فوقف يسوع مع المرأة وقال لها أمدانك أحد قالت لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي رد لها كرمتها اعتبارها وشفاها وخلصها أحبائي بناء على ما سيفعلوا من أجلها بموت الكفار على الصليب فبدل ما يعني دافع عنها وهاجم المشتكين عليها ثم يسوع المسيح أعطى الشريعة معنى كامل والأهمية الحقيقية علم عن القلب وعن الدوافع وعلم أيضا أنه لي مش مجرد الغسلات الخارجية والوضوء اللي كانوا يمرسوء اليهود ولكن ركز على القلب والحياء الداخلية قال من القلب تخرج الأفكار الشريرة أحبائي بالحقيقة النموس يشير إلى المخلص وهذا المخلص هو الذي يساعدنا في حياتنا اليومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر